نرجع تاني يا جماعة يبقى اذا كلمة relative speed يعني السرعة النسبية او الحركة النسبية relative motion كل واحد هيشوف كل واحد هيشوف التاني ماشي بسرعة ازاي حسب ايه حسب ال direction بتاع الحركة وحسب كمان السرعة كل واحد هيشوف التاني ماشي بسرعة مختلفة وحسب اتجاه الحركة زي ما قلنا اخر حاجة قلناها اذا كان عندي اتنين cars انت لو انت العربية بتاعتك وقفة او انت سوري الاول هنا عربيةك ماشية ودي عربية وقفة انت هتحس imagine تتخيل كأن القارة التانية ماشية backward بايه بالفرق في السرعتين كذلك دي انت بقى المرة دي واقف وعربية تانية ماشية قدامك هتحس كأن العربية دي ماشية انت عربيةك ماشية الخلف وهو ماشي الامام طب لو احنا ماشيين في عكس الاتجاه زي ما قلتلك من شوية لما يكون في عكس الاتجاه ببلص بجمع السرعتين يبقى ايه زي if you call your car move in opposite direction هتحس you will imagine ان other car move with very high speed كل ده بسميه relative speed تعالي بقى قولي ايه هي يصير الفيكس الوينت اللي هو قال عليها frame of reference كلمة frame of reference يعني نقطة مرجعية ايه النقطة المرجعية دي يعني حد واقف على اساسه اقدر احسب سرعة كل object يعني سيادتك لو انت واقف على الارض يبقى انت بالنسبة لي frame of reference يعني ايه frame of reference يعني نقطة مرجعية زي بالزبط الرادار الرادار يا جماعة بيكون واقف على الطريق ازاي بيكون واقف ما بيتحركش محطوط على الطريق في مكان معين كده وما بيتحركش خالص وثابت لا على اساس ايه على اساس ان العربية اللي هتمشي قدام الرادار الرادار بما انه ساكن هيعتبر هو frame of reference اللي هي نقطة مرجعية وبالتالي هيقدر انه هو يحسب السرعة الفعلية بتاعت الكار لان انت واقف طيب لو الرادار ده بيتحرك هتبقى سرعة نسبية relative speed علشان كده لما اجعرف what is the relative motion ما هي الحركة النسبية يبقى it is the change in the object position معنى ان ال object position اتغير يبقى انت كده في حالة الموشن from time basis بس بالنسبة البقى المين relative to another object or a fixed point لو كنت fixed point اسمي ده frame of reference تعالا نقولها بطريقة تانية زي ما قلتلك من شوية انا لو عندي جسم بتحرك الجسم بتحرك ده في هذا الاتجاه علشان اقول ان بتحرك بسرعة كام وتبقى سرعة فعلية لازم يبقى فيه frame of reference يعني نقطة مرجعية هي اللي تراء بحركة هذا الجسم وبالتالي زي الرادار زي ما قلتلك فبالتالي تبقى الحركة اللي هنا هي الحركة الفعلية بتاعت هذا الجسم واقول ان الجسم ده بتحرك فعل بحركة بتسوي كذا طيب لو كان جسمي تاني بتحرك جنبه هتبقى الحركة دي مش فعلية هتبقى حركة نسبية ده بالنسبة لده لكن frame of reference النقطة المرجعية الساكنة من خلاله اقدر اعرف ان سرعة الفعلية بتاعت هذا الobject نرجع تاني يبقى what is the relative motion it is the change in the object's position or direction I assign passes طبعا لازم يكون الوقت بيمر relative to بالنسبة لمن another object جسمي تاني or a fixed point او نقطة ثابتة هذه النقطة الثابتة او هذا الobject التاني ده the other object يسمى frame of reference اللي هو النقطة المرجعية اللي على اساسها بقدر احسب السرعة نعرب بها what is the frame of references او the fixed point بيقول لي it is a fixed point use شوف 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 to determine عشان استى اقدر بيها احدد the object position اقدر احدد موضع هذا الobject or to describe ان انا اوصف بيها its movement يبقى لما يكون عندي frame of reference نقطة مرجعية دي من خلال اقول لك ماشي ازاي لا ماشي كذا ده جاي كذا يبقى اقدر احسب حركة هذا الobject وكمان اوصف الحركة بتاعته اللي هي ماشي بالنسبة كذا بسرعة كذا ده ماشي في نفس ال direction في عكس ال direction كل ده اللي بيحسبهولي frame of reference اللي هي النقطة المرجعية اللي انا بحسب عليها حركة هذا الobject يبقى كل اللي انا عايزه سيادتك من هنا تعرفه في الجزء الخاص به relative motion ان هذه relative motion عبارة عن الموشن بتاعت object بالنسبة الobject تاني يبقى عبارة عن الobject بالنسبة الobject تاني يبقى دي بسميها السرعة او الحركة النسبية هذا الobject التاني له احتمالات اللي احنا قلناها من شوية اللي هو الاحتمال الاول لو يكون يماشي في نفس الاتجاه بنفس السرعة او واحد ماشي والتاني ساكن او العكس صحيح او ماشيين عكس الاتجاه تمام نيجي بقى للجزء التاني type of motion انواع الحركة انواع الحركة هم نوعين الحركة نوعين اول حركة اسمها transitional motion وكلمة transitional motion يعني حركة انتقالية كأن هذا الobject بينتقل من مكان الى مكان اخر يبقى من مكان ايه الى مكان بيه من initial position يعني موضع اولي او موضع ابتدائي الى final position يعني موضع نهائي هي دي كده يا جماعة الحركة الانتقالية transitional motion هي عبارة عن شو بقى بقولي تعرفها ايه it is the motion in which object's position موضع الجسم is it changed يتغير relative to بالنسبة لي fixed point دايما يا جماعة دايما اي حركة بحسبها بالنسبة لنقطة مرجعية لان هازي النقطة المرجعية اللي هترائب حركة الجسم ده وتقول اذا كان بيتحرك او ما بيتحركش يبقى اي حركة عايزة حسبها بحسبها بالنسبة المين بالنسبة لي frame of reference او النقطة المرجعية هذه النقطة المرجعية هي اللي هتحدد لي اذا كان الجسم ده ماشي ازاي فعلشان كلا هيقول لي it is the motion which the object's position is it changed relative to بالنسبة المين لفكسد point from time to time بين ايه بين موضعين اللي هو initial position and the final position طبعا الحركة الانتقالية دي اي حركة انت بتعملها تعتبر حركة انتقالية العربية البايسكيل الترين الباس انت نفسك وانت رايح المدرسة رايح جاي من المدرسة رايح مشوار جاي من المشوار دي كلها موضعك موضعك بيتغير من ancient position موضع اصلي او ابتدائي الى final position موضع نهائي فهنا اسمبل حركة اللي انت عملتها transitional motion طيب والإكزامبلز بقى عندك كل دي إكزامبلز البيرس الموشن الباسكيل الكار الترين كل دي حركة اسمها حركة انتقالية النوع التاني من الحركة اسمه periodic motion وكلمة periodic يعني حركة بتتكرر بتتكرر على فترات زمنية متساوية it is the motion which is regularly 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 repeated at equal periods of time التي تتكرر على فترات زمنية متساوية ودي طبعا يا جماعة حاجات كتير جدا قادر احسبها من periodic motion الحركة الدورية منها تات انواع اول حاجة vibrating motion ساعات بيسموها oscillatory كلمة oscillatory يعني حركة اهتزازية اللي هي vibrating motion أو vibrational motion what is the vibrational motion هي عبارة عن حركة اهتزازية بيعملها الجسم المهتز زي بالضبط simple pendulum simple pendulum اللي هو البندول البسيط بتاع الساعة ده ألاقيه هذا البندول رايح جاي رايح جاي رايح جاي كل دي في equal periods of time على فترات زمنية متساوية يعني بياخد كل حركة في نفس time around its fixed point حول موضع سكونه بيروح كده ويرجع بيروح كده ويرجع كل ده على equal period of time كمان في عندي حاجة اسمها circular motion الحركة الدورانية بس بشارط تكون بيريودك يعني ما جيش انت تقولي ايه انا بلف في الحاول التراك يسير اهود يبقى ده circular اقولك لا بس مش بيريودك لماذا لان انت ما بتلفش حول التراك في نفس الفترة الزمنية مرة تصرع مرة تبط فدي ما سميهاش بيريودك انما كلمة بيريودك يعني كل مرة في نفس الزمن حركة around the earth بيريودك circular بيريودك حركة الارث around the sun circular بيريودك حركة الفان المروحة circular بيريودك دي كلها اسميها بيريودك موشن او حركة دورية وتبقى دورانية circular موشن اللي هي الموفمت اف مون around the earth او العكس تالت نوع من انواع الحركة البريودك الحركة الدورية تانهو اللي هي ريبيت جيرجولي او بيريودك او بيريودك او تايم تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية زي الويف موشن الويف موشن الحركة الموجية وده عند منها زي حركة الووتر ويفز حركة الموجات المية او حركة حتى الساوند ويف اللي هي جماعة حركة الصوت الصوت ده بيتحرق بشكل بيريودك اسمها حركة دورية او حركة موجية الموجة هنا زي مين زي الووتر لما قرمي طوبة في الووتر البرتكالز بتاعة الووتر فيبريت تهتز تطلع وتنزل اها تطلع وتنزل اتاقوى البريود بسميها بيريودك ويف يبقى الويف موشن بيريودك السيلكلر موشن بيريودك الفيبريتينج موشن بيريودك كل ده طبع حاجة اسمها بيريودك موشن ودي الموشن اللي ريجولاري ريبيت اتاقوى بيريود اف تايم يبقى انواع الموشن تاني نوعين ترانسيشنال موشن حركة انتقالية ودي فيها الجسم مكانه البوزيشن بتاعه بيتغير بايزة تايم باسز من انشال بوزيشن موضع اساسي او اولي الى فاينال بوزيشن كل جسم بيتحرك في واقعنا تعتبر ترانسيشنال موشن النوع التاني بيريودك موشن وكلمة بيريودك يعني حركة دورية ودورية يعني ايه يعني اللي هي ريجولاري ريبيتد ات اكوال بيريوز اف تايم ودي لها سلاس انواع فيبريتنج موشن سيركولار موشن ويف موشن ده كده انواع الحركة جيف ريزون اهو بص الفان تعتبر حركة الفان ارمز اس سيركولار بيريودك يبقى اكيد ريبيتد ريجولاري ات اكوال بيريود اوف ما دعم بيريودك معنى كلمة بيريودك يعني بتتكرر على فترات زمنية متساوية اه طيب هناخد كمان الويف موشن بالمرة كده نجي بقى الويف موشن الويف موشن ده بيقسم الويف لنوعين نوع اسمه ميكانيكا الويف يعني موجات ميكانيكية والنوع تاني اسمه الكترو ماجناتك ويف موجات كهرومغناطسية كل الموضوع التعريف اهو بصوا واتزا ميكانيكا الويف هي ويف شف شف ويف نيد ميديم نيد ميديم تحتاج الوسط كلمة تحتاج الوسط يعني لا تنتقل في الفراغ يبقى معنا كده علشان هذه الموجات تنتقل لازم يكون في وسط مادي زي ايه ال اير الووتر الصولد لازم يكون في وسط مادي هذه الموجات الميكانيكا الويف لا تنتقل في الفراغ زي الصوت لو انا وقفت في الفراغ في الفضاء على الامر واعدت اتكلم ونادي واعمل ولا حد سمعني لان هناك في فضاء وهذه الموجات بتاعت الصوت من النوع الميكانيكا اللي هي ايه اللي هي نيد ميديم نيد ميديم تو ترانسفير سرو لازم يكون فيه عند وسط مادي قد يكون هذا الوسط المادي ان جازيوز ليكويد او سوريد بس لازم يكون وسط مادي يبقى زي ار ترافل زي ار ويفز زي نيد ميديم تو ترانسفير سرو حتى بيقولك ايه هي خصائصها الكاراكتوريست بتاعتها ايه اول حاجة زي بريديوز دي تو فيبريشن أوف ميديم بارتيكال الميكانيكا يا جماعة زي الصوت ينشأ نتيجة اهتزاز الاكسام اي جسم يهتز ينشأ صوت الجسم الساكن لا ينشأ صوت تاني حاجة زي دون تدرافل سرو فاكيوم تبع ما السرعة بتاعتها صغيرة قوي زي سبيت از ريلاتيفلي لو سرعتها بسيطة جدا زي الصوت بيتحرق بسرعة 340 متر بالساكن 340 متر على الثانية طيب زي من الساوند ويف والووتر بس يبقى كلها رفوق تعرفها والكلمة تندول بتنشأ نتيجة البرتن أوبجيك وكمان لا تنتقل في الفراغ واخر حاجة سرعتها تعتبر ريلاتيف للون والإجزامبل زي بتاح الساوند ويف والووتر ويف طب خش عن نوع التاني النوع التاني اسمه الكترو ماجنتيك ويف موجات كهرومغناطسية وده عبارة عن زي وزي ويف اكمبيند اكمبيند يعني يعني مصاحبة للإلكترو ماجنتيك فوس للقوة القهرومغناطسية and they don't need medium لا تحتاج وسط يعني يمكن ان تنتقل في الفراغ زي الضوء انا الضوء بتاع الصن بيوصني ازاي من الصن لحد الارض مع ان بين الصن والارض في فراغ فراغ ليه لان هذا النوع من الموجات هي موجات الاكترو ماجنتيك don't need medium لا تحتاج الوسط عشان تنتقل وبالتالي يمكن ان تنتقل في الفراغ انما الموجات الصوت يعني انا اقدر اشوف الانفجارات الشمسية لكن ما سمعهاش الانفجارات دي صوتها ميكانيكل لازم وسط مادي انما انما اه 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 موجات الاكترو ماجنتيك don't need medium فالضوء بتاع الصن يجيلي الضوء بتاع الصن يجيلي لكن الصوت بتاع الصن ما جيليش لان الصوت ميكانيكل نعرف الالكترو ماجنتيك مصاحبة للالكترو ماجنتيك فورس للقوة الكهرومغناطسية لا تحتاج الوسط لا تحتاج الوسط معناها يمكن انتك انتقل في الفراغ او يمكن انتقل في الاوسط المادية يعني ممكن دي وممكن دي ده معنى كلمة لا تحتاج مش معنى كلمة لا تحتاج يبقى ما تنتقل شي الا في الفراغ لا يمكن انتنتقل في الفراغ ويمكن انتنتقل في الاوسط المادية ايه خصائص خصائص الميكانيكال هنقول خصائص الالكتروماجنتيك اول حاجة they are combined with الالكتروماجنتيك فورس قلنا they can separate all medium and space تنتقل في الاوسط كلها وكمل الفراغ تمام number three سرعتها واو سرعتها ضخمة جدا بالنسبة للميكانيكال تعتبر سرعتها رهيبة جدا وبالتالي يبقى السرعة بتاعاتها شوفوا جامعة كام 300 مليون متر برساكن 300 مليون متر على الثانية وده معناها ان سرعتها كبيرة جدا مقارنة بالميكانيكال ويف بالموجات الميكانيكية اكزامبلز زي light wave زي المايكرو ويف زي الراديو ويف زي الاكس راي زي الجاما ريز زي ال ultraviolet wave الموجات الكه اللي هي التغاطة الموجات فوق البنفسجية طيب تعال بقى السؤال ده كده بيقول ايه السؤال ده ده ريزو ده وي رسيف اهو اهو وي رسيف زي صن لائت زي صن لائت وي نت او نت هير زي صن لائت اقدر اشوف السل لكن ما اقدرشي اسمع الانفجرات الشمسية بكوز السل لائت الاكترمجرات ويف وي كان تراغل سرو اسباس وي الساوان ده تعتبر ميكانيكا الويف والميكانيكا المحتاجة واسط مادي وي دازن ترانسفير سرو ذاكيوم سوى التاني وي هير وي سي لائت نين بفور هير ساندر براغم السو اللي اتنين اكتر اكتر يعني البرق والرعد يا جماعة بيحصلوا مع بعض بس مين بيوصل لنا الاول اللايتنينج لان اللايت ده سرعته كبيرة جدا انما الساوان التاع الساندر سرعته اقل فعلشان كده لانه ميكانيكا الويف والميكانيكا الويف سرعتها اقل لكن الضوء الاكتروماجناتك ويف والالكتروماجناتك ويف سرعتها اكبر بكتير يبقى اللايتنج ده الاكتروماجناتك ويف هاس في الهاي سبيد عن الميكانيكا الويف بتاعت الساندر اللي تعتبر سرعتها لو بالنسبة للالكتروماجناتك ويف ده كده انواع الويف والويف الميكانيكا والالكتروماجناتك ويف اشتركوا في القناة